اهلا بكم مشاهدين في هذا الموعد الاخباري من قناة اثنين وعشرين الكل تابع واقعة هزق الشكومشية التي كان بطلها والي ولاية وهران علاقة بالموضوع ادانا مساء امسنا الخميس رئيس الغرفة الجزائية لدى محكمة العثمانية الابتدائية بوهران الشاب حسين سليمان بعقوبة سنتين سجن نافدة وغرامة مالية مع تعويض الطرف المدني الذي التمس الدنار الرمزي في شكواه مع امر اداعي المتهم رهن الحبس المؤقت مصالح مديرية مكافحة الجريمة الالكترونية لدى مديرية الامن الولائي لوهران كانت قد اوقفت حسين سليماني عشرية يوم الاثنين الماضي تم على اثرها تحويل المعنى نحو مقر الامن الولائي ليتم وضعه تحت النظر لغاية يوم الخميس اين تم تقديم المشتبه فيه امام وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية ايم غراسن وهناك وجهت له تهم التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وايهانة موظف وهيئة نظامية وكان حسين سليمان قد بث فيديو يتضامن فيه مع جاره جلالي صاحب حادثة هزقش كومشي امام منزل هذا الاخير وهو ما اعتبرته مصالح الامن ومصالح ولاية وهران فيديو مسيء ومهين لشخص الوالية افد موقع راديو ام ان قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة لدى القطبة الجزائية المتخصصة بمحكمة سيدي محمد الابتدائية اسقطت تهم الجنائية المواجهة الى ناشط الحقوق زكي حناش والمتعلقة بنص المادة 87 مكرر مع الابقاء على تهم الجنح وفي نفس السياق فاد الموقع ان قاضي التحقيق مانح انتفاء وجه دعوة كل لصحفي قاضي احسان من جميع تهم الجنائية المواجهة لو سابقا في نفس الملف مع الناشط زكي حناش في حين من المنتظر ان يستأنف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد قرار قاضي التحقيق على ان تفصل غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة في تأييد قرار قاضي التحقيق او التصدي بالغائه والاستجابة لطلب النيابة او الغاء جميع التهم المواجهة للمتهمين وبخصوص ناشط زكي حناش وبعد ان كان محل بحث من ترف الامن التونسي نشر زكي اليوم بصفحته على الفيسبوك انه توجه الى المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين من اجل طلب اللجوء والحماية وبعد دراسة معمقة عن ملفه ووضعيته والمتابعة القضائية ضده من طرف السلطات الجزائرية منحته المفوضية صفة لاجئ اعتبارا من اليوم وبذلك اصبح لاجئ تحت حماية المفوضية كما افاد ان المفوضية السامية تؤكد بانه ليس بارهابي ولا بمجرم كما ادعت السلطات الجزائرية الى تونس حيث قال رئيس حزب افاق تونس الفاضل عبد الكافي انه سيرفع دعوة قضائية بالمحكمة الادارية في حق الجهات المسؤولة عن منعه من الصفر واصدار ملحوظة تحجير سفر دون اعلامه بصفة قانونية وافاد رئيس الحزب المعارض انه تم اعلامه بمنعه من الصفر بمطار تونس قرطاج وان رواية وزارة الداخلية كونه محل قضية جارية غير صحيحة باعتبار انه توجه الى المحكمة الابتدائية بتونس ولم يجد نفسه محل متابعة في اي قضية واشار عبد الكافي الى انه لم يتم اعلامه بقرار تحجير السفر بصفة قانونية اذ كان يجب اخباره عن طريق القضاء تبع ان منعه من السفر سببه انه معارض وخصم سياسي وان هذا الاجراء مرس في حقه كنوع من انواع الترهيب ببالغ الحزن والاسى تلقت قناة 22 نبأ وفاة السيد محن داكلي والد المناضل السياسي كريم طابو وتقام وقف التوديع المرحوم اليوم الجمعة في قرية ايت عمر ببلدية ايت بوادو ولاية تيزي وزو وستشيع جنازته يوم غدين السبت بعد صلاة الظهر ان لله وانا اليه اراجعون نهاية النشرة في امن الله اشتركوا في القناة